ناقش المتحدثون في الحلقة النقاشية الثانية التي أقامها منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما هي المشروعات والآلية التي تقوم عليها والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في معالجة الاختلالات التي تطرأ على الاقتصاد الوطني والارتقاء بسوق العمل المحلية نظم منتدى الكويت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحلقة النقاشية الثانية بأنوان الشباب المبدع أساس نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وأجمع المتحدثون على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات التي تطرأ على الاقتصادات الوطنية في حين أشاروا إلى وجود عوائق تعترض طريقة توظيف المواطنين في القطاعات الحكومية وهو ما قد يساهم في زيادة معدلات البطالة المقنعة كانت مبادرة حضرة صاحب السمو أميري البلاد في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت القمة العربية للاقتصاد الكويت كانت تعبير كبير وهام من القيادة السياسية لاهتمامها بالشباب واهتمامها بدعم المشروعات الصغيرة تعتبر آلية مهمة في الإصلاح وفي تعزيز دور القطاع الخاص وفي خلق فرص عمل ويأتي قانون المشروعات الصغيرة الذي أقره المجلس المبطل ليحدث نقلة نوعية في ما هي المشروعات التي تحاكي بيئة العمل في البلاد إصدار قانون المشروعات الصغيرة في دولة الكويت بما له وما عليه يأخذ المشروعات الصغيرة في البلد إلى خطوة متقدمة وينظم تمويلها وينظم بيعة الأعمال الخاصة فيها من جانبه كشف رئيس المنتدى دكتور مصطفى بهبهاني عن توجه المنتدى إلى إنشاء لجنة استشارية من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق بيئة فعالة للمشروعات الحيوية في الكويت ترجمة نانسي قنقر